اهلا بكل حضراتكم في هذه الضغطية الخاصة خلاص ايام قليلة بتحصلنا عن نهاية شهر رمضان المعظم وبما ان الكثير مننا تعود على ساعات الصيام والامتناع عن الاكل لفترات طويلة واصبح لا يواجه نحياة مشكلة كبيرة في ذلك فبدأ بعضنا يسأل نفسه هل نستمر في نظام الصيام المتقطع بعد نهاية شهر رمضان وهل هذا نظام مفيد بشكل كبير لجسم الانسان وهل اتباعه لفترات طويلة يؤثر على الصحة يعد الحقيقة الصيام المتقطع حاليا احد اكثر اتجاهات الصحة واللياقة شيوعا في العالم وبيستخدموا الناس لفقدان الوزن وتحسين صحتهم فالعديد من الدراسات بتظهر ان الصيام المتقطع له تأثيرات ايجابية على الجسم وعلى العقل وبالتالي حياة صحية اطول شكل عام الصيام المتقطع هو طريقة لتناول الطعام تتطلب التناول بين الصيام وتناول الطعام في اوقات محددة ولو تأثيرات مشابهة لتخفيد سعرات الخرارية ولكن من السهل متابعته على المدى الطويل كشفت العديد من الدراسات الحديثة ان الصيام المتقطع فوائد صحية عديدة ويمكن ان يكون جزءا مهما من نمط حياة صحية بفضل اثاره المفيدة على صحة الانسان والغرض الحقيقة من الصيام المتقطع هو تنقية الجسم من الوجبات السريعة والسموما التي تؤثر سلبا في الكبد والكلة والجيد ووفقا لموقع هيلت سايت فان الصيام المتقطع مفيد ايضا لصحة القلب والاوعية لانه بيحسن عوامل خطر الاصابة بامراض القلب والاوعية الدموية وهو يقلل من ضغط الدم ومستويات الدهون في الدم ومعدل ضربات القلب اثناء الراحة ايضا يمكن ان يحسن الصيام المتقطع الاداء البندي ويفيد صحة الدماغ كما يبطئ عملية الشاخوخة عن طريق تقليل الالتهاف في الجسم ايضا يرتبط الصيام المتقطع بفقدان الوزن لان هناك فترات طويلة من الوقت بين الوجبات بتجبر الجسم على استخدام الدهون المخزنة في الخلايا للحصول على الطاقة ايضا تنخفض مستويات الانسولين خلال هذه العملية حيث يحرق الجسم الدهون وفي الواقع فان اقاعنا اليومي هو تنظيم الجسم على مدار 24 ساعة عن طريق الاستيقاظ والنوم يعني ان انواعا معينة من العناصر الغذائية يتم استقبل بلوها بشكل مختلف خلال المحملية اليومية ويؤثر هذا الايقاع اليوم بشكل مرفوز على انتاج الهرمونات وهذا ينعكز على الاشخاص الذين يعانون من قومة الانسولين حيث يساعد الصيام المتقطع في علاج هذه المشكلة عن طريق تقليل عدد سعرات الحرارية المستهلكة بشكل عام ولكن يوصي خبراء الصحة الاشخاص التاليين بتجنب الصيام المتقطع وهم المصابون بمرض السكري من النوع الاول والذين يعانون من النوع الثاني الذين يتناولون الانسولين والاشخاص المصابون بامراض مزمنة اخرى زي ضغط الدم وامراض الالب دي كانت تغطياتنا مع حضراتكم بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة تزورنا في تغطيات اخرى كنت معكم انا من نياحية اشتركوا في القناة